وفي أعقاب جلسة المباحثات عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومع لئاسي ديمتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا مؤتمرا صحفيا وأكد سعادة وزير الخارجية أن زيارته لأوكرانيا فرصة طيبة لمناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتطويرها بما يحقق الخير والنفع للشعبين الصديقين في ظل توجيهات جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الأوكراني وقال وزير الخارجية إن الجانبين تدارسا أيضا تطورات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية والعالم وأجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت الذي يدعو إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد في جميع الأحوال وأضاف وزير الخارجية أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية العالمية من جانبه أعرب مع لئاسي ديمتري كوليبا عن تقديره لزيارة وزير الخارجية لأوكرانيا في ظل الظروف الحالية مشيدا بموقف مملكة البحرين الداعي لوقف الحرب في أوكرانيا ومؤكدا على أهمية دور مملكة البحرين في المنظومة الخليجية وعلى المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط لقد عقدت مع معاني الوزير جلسة مباحثات مثمرة وبناء تدارسنا خلالها مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وأكدنا على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك لاستكشاف فرص زيادة التعاون في المجالات الحيوية الأخرى وذلك في إطار مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين وقد تدارسنا أيضا تطورات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية والعالم وأكد موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا ودعوة جلالة الملك المعظم في العديد من المناسبات إلى ضرورة انهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي للصراع بالوسائل السلمية وعبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية حفاظا على الأمن والسلم في أوروبا والعالم ولن تتأخر مملكة البحرين عن القيام بأي دور في هذا المجال كما أكدت على أهمية مواصلة الجهود لدعم العمليات الإنسانية للنازحين وحماية المدنيين وكذلك تم التطرق إلى أهمية تمديد وتطوير الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا نظرا لأهميته للأمن الغذاء العالمي كانت مباحثات ودية تطرقنا خلالها إلى الحديث عن السلام والوضع في أوكرانيا وعن تاريخ البلدين الصديقين ونرحب بهذه الزيارة لا سيما وأنها الأولى على مستوى وزير الخارجية منذ أكثر من ثلاثين عاما بهدف تعزيز العلاقات الثنائية اتفقنا خلال المباحثات على تعزيز الحوار السياسي بين أوكرانيا ومملكة البحرين ودول الخليج العربي أيضا وتم التطرق خلال اللقاء إلى ملف الأمن الغذائي ونحن نعول على دور البحرين في هذا الشأن ونتطلع لاستمرار عقد لقاءات في المستقبل في أوكرانيا ومملكة البحرين لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر